ماروك أخبار يوميا السلام عليكم ورحمة الله متابعة سائق سيارة الأجرى في حالة صراح وأوضحت المصادر ذاتها أن راعي الغنم يتابع بتهم تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ فعل يعد جنايا والفساد فيما وجهت تهمة الفساد لسائق الطاكسي ومن جهتها كانت الضابطة القضائية للمركز القضائي للدرك الملكي بسرية أزرو قد أحالت الراعي وسائق سيارة الأجرى على الوكيل العام بسئنافية مكناس بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية وجدير بالذكر أن دوار أيت بن عمر أيت سيدي موسى وإلياس بوضع فران ضواحي أزرو كان قد اهتز صباح يوم الجمعة الماضي على جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها الشاب فاطمة ريحان التي تبلغ من العمر حوالي 35 سنة بعد العثور على جتتها مفصولة عن رأسها بالقرب من منزلها بالدوار المذكور نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية ترجمة نانسي قنقر شكرا